بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السؤال وردني ويتكرر دائما لماذا ندعو ولا يستجاب لنا الحقيقة هذه القضية تشغل بال الكثيرين وبخاصة أن هناك بعض الناس يعني يفكر أن يخرج من الإسلام يظن أنه إذا انتقل للإلحاد أن دعائه سيستجاب سبحان الله هكذا يلعب الشيطان بعقول ضعاف القلوب ضعاف الإيمان يقول لهم لو كان الله موجودا لاستجاب دعائك طيب سؤال أخي الحبيب طبعا أنا أخاطب من يفكر أن يترك الإسلام بسبب عدم استجابة الدعاء وسنقول السبب بعد قليل إذا خرجت من الإسلام من ستدعو بعد ذلك هل ستدعو من يعني لا يوجد إذا أنكرت وجود الله عز وجل إذن أنت دخلت في نفق من اليأس على الأقل أنت في ظل الإسلام لديك أمل لديك أمل في الاستجابة والله تعالى سيستجيب ولكن هناك شيء أيها الأحبة يجب أن نعلمه حقيقة معظمنا يجهل هذا الأمر الله تبارك وتعالى لم يخلقنا من أجل هذه الدنيا خلقنا للآخرة إما جنة ونعيم دائم أو نار جهنم خالدين فيها أبدا أنت أيها الإنسان مخلوق للآخرة ولست مخلوق للدنيا الدنيا هي مرحلة اختبار فقط الخمسين ستين سنة مئة سنة التي ستعيشها هي مرحلة اختبار أو ابتلاء يسميها القرآن بلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله إذن الهدف هو البلاء الهدف هو أن يختبرك أيها الإنسان هل تنجح في هذا الاختبار فتكون من أصحاب الجنة أو تيأس وتفشل وتلحد والنار بانتظارك يعني الله عز وجل أعطانا الحرية المطلقة لذلك هذا الخالق العظيم يؤخر الإجابة أحيانا لحكمة هو يعلمها فلا يعني أن الله غير موجود ولا يعني أن الله لا يحبك يحب الكفار فيعطيهم هذا غير منطقة أيها الأحبة بالعكس أنا عندما أرى إنسان يعني لسانه يلجأ إلى الله يدعو الله ليلة نهارا وتجد يعني أنواع البلاء تحيط به أنواع البلاء يحاط بها هذا الإنسان ويدعو الله ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن وهو يظن أنه لا يستجاب له ولكن الحقيقة أيها الأحبة اعلموا هذه القاعدة رجعاً إذا أحبك الله ثق تماماً سيؤخر الإجابة إلى يوم القيامة لأنك في الدنيا ستعيش بأي طريقة ستعيش الناس كلهم يعيشون بالقليل بالكثير الكل يعيش ولكن يوم القيامة لا يوجد لك شفيع لا ينفعك مال لا تنفعك السلطة لا ينفعك أهل لا ينفعك مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك كلما تأخرت الإجابة كان هذا أفضل من نسبة لك انظروا إلى حبيبكم عليه الصلاة والسلام ولنا في هذا النبي الكريم أسوى حسنة طيب هذا الرسول الكريم أحبتي في الله هل كان يعيش في القصور هل كان لديه جنات وأملاك ويعني مثلاً عرش وكذا لا كان يعيش في بيت مثل أقل بيت للمؤمنين كان يعني وضع المادي لو أردنا أن نتكلم بلغة العصر وسط وخير الأمور أوسطها والله قادر أن يعطيه الدنيا بما فيها طيب هل الله لا يحب هذا النبي الكريم وهو الذي أرسله رحمة للعالمين حاشاً لله ولكن هذا الإله العظيم أراد أن يعطينا درساً هذه النفس يجب أن تطهرها وتنقيها يجب أن تخضع لاختبارات كثيرة لأن الجنة غالية أيها الأحبة ثمن الجنة الصبر لذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بينما الأغنياء اليوم إلا ما رحم ربي سيقفون طويلاً أمام الله سبحانه وتعالى سيحاسب الغني على كل قرش فيما اكتسبه وأين أنفقه وحسابه طويل فإذا كان من أهل التقوى والصلاح وأنفق ماله في سبيل الله طبعاً هذا يكون من الفائزين ولكن النسبة العظمى من الناس الذين يملكون المليارات حقيقة يعني منشغلون بالدنيا أغرتهم الحياة الدنيا نسوا الله فنسيهم لذلك يوم القيامة أيها الأحبة أصعب شيء أن ينساك الله يوم القيامة أصعب شيء فلذلك أخي الحبيب لا تيأس من الله عز وجل لا تيأس من روح الله كما قال سيدنا يعقوب سأختم بهذه القصة أرجو أن نأخذ منها عبرة سيدنا يعقوب فقد أعز أبنائه وهو سيدنا يوسف عليهما السلام فقده وهو يعلم أنه حي وأبنائه كذبوا عليه عندما قالوا أكله الذئب سيدنا يوسف كان طفل صغير كبر ومرت عشرات السنين وأصبح ملكاً لمصر في ذلك الوقت دولة عظيمة جداً وعلى الرغم من ذلك الأب سيدنا يعقوب لم ييأس من روح الله حتى قال لأبنائه عبارة عظيمة جداً يجب أن نحفظها قال يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إذن سيدنا يعقوب اعتبر أن اليأس من رحمة الله هو كفر بالله عز وجل إذن أخي الحبيب إياك أن تيأس اعلم أن الدعاء مستجاب لا محال ولكن أقل درجات الحب من الله لك أن يستجيب دعائك مباشرة ودرجة أعلى أن يصرف عنك من الشر بقدر هذا الدعاء هذه درجة أعلى من الإجابة على فكرة يعني أنت عندما تدعو الله أن يرزقك مبلغاً من المال ويرزقك هذا المبلغ بسرعة هذه أدنى درجة من درجات الإجابة الدرجة الأعلى أن يصرف عنك مثلاً شر حادث ستتعرض للأذى والألم وإنفاق المال وغير ذلك صرفه عنك طبعاً هذا أفضل وأعلى المرتبة العليا أن يؤخر لك الله الإجابة إلى يوم القيامة لأن الله يريد الآخرة يريد أن يدخلك الجنة جنة عرضها السماوات والأرض لذلك يجب أن نطمح للمرحلة الثالثة ونطمع أيضاً أن يستجيب لنا ويصرف عننا الشر ولكن أنا عيني وقلبي تكون أين على الجنة وليس على الدنيا لأن الدنيا كما قلت سنعيشها بالطول أو بالعرض أو بأي طريقة الكل يعيش ولكن يوم القيامة لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى لذلك أحبة في الله لا تيأسوا من روح الله أكثر من الدعاء لأن هذا الدعاء ستنتفع به يوم لقاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا يوم لقائه ويفرحنا بالنظر إلى وجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقل